السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائنا الطلاب والطالبات في الصف الثاني الثانوي المسارات في مادة التربية أو في مادة الفنون طبعاً موضوع الدرس اليوم إن شاء الله سيكون عن مكونات العمل الفني في مكونات العمل الفني يوجد بعض الأسئلة نحتاج إلى الإجابة عليها حتى نصل إلى الهدف وإلى المعنى العام لهذا الدرس فهنا ما هي أو على ماذا يقوم بناء العمل الفني حتى نقوم ببناء عمل فني ما قد يكون لوحة أو مجسم أو غيرها من الأعمال الفنية الأخرى فإنه هناك بعض الأمور التي يجب أن نراعيها أثناء بناء العمل الفني فعندنا الإجابة على هذا السؤال ستكون أنه يقوم على التوافق بين الشكل المادي للعمل الفني والمضمون الذي يحدده الفنان أي أن الفنان هو من يحدد المضمون تبعا لثقافته ومعتقداته ورؤيته للعالم الخارجي والشكل والمضمون لها قيمتها مع اختلاف درجة ومستوى الأهمية حسب العصر أو حسب المدرسة الفنية التي ينتمي إليها هذا الفنان طبعا المنتج للعمل الفني إذن لابد من وجود التوافق بين شيئين رئيسيين الشكل والمضمون إذن الآن أصبح عندنا تساؤلين جديدة ما هو الشكل وما هو المضمون الآن عرفنا على إيش يقوم العمل الفني يقوم على الشكل وعلى المضمون نحتاج الآن أن نجيب على السؤالين جديدين ما هو الشكل وما هو المنظور سنتعرض الآن ونمر على السؤال الأول الذي يأتي بالشكل التالي ما هو الشكل الشكل أعزائي الطلاب والطالبات هو الهيئة أو الهيكل العام للعمل الفني ويشمل جميع عناصره سواء كانت خطوط أو مساحات أو ألوان هذه العناصر التي تقوم ببناء العمل الفني لكي تجعله وحدة كلية هذا الشكل قد يكون شكلا بسيطا لا يتعدى مربع على مساحة لونية وقد يكون شكل شديد أو بالغ التعقيد وكثير التفاصيل الخطية أو التجسيدية أو يكون غامضا يصعب فهم مضمونه أو قد يكون واضحا جدا ويساعد على الاستجابة السريعة لفهم المضمون إذن الهيئة العامة أو ما نبصره بأعيننا هو الشكل الشكل هو ما نراه بالعين هو الهيئة العامة للعمل الفني بكافة جوانبه وكافة تفاصيله إذن هذه إجابة السؤال الأول السؤال الثاني ما هو المضمون المضمون أعزائي الطلاب والطالبات هو معاني الرسالة أو الأفكار التي يريد الفنان إيصالها للآخرين وقد تكون رسالة ذاتية أو موضوعية يعني الآن المضمون هو المعاني الأناصر الموجودة داخل هذه اللوحة تفاصيلها هي معاني أراد الفنان أو اختار هذه العناصر لكي يوصل فكرة معينة إلى المتلقي إذن الشكل هو ما نراه بأعيننا أما المضمون فهو ما نشعر به عند مشاهدة هذه اللوحة حينما نشاهد بعض اللوحات نتأثر بمحتوياتها فقد تكون هناك مشاهدة وجدانية يعني بشكل نوعا ما يكون فيه علاقة وجدانية بين العناصر وحينما نشاهد ألوان معينة تؤثر في شخصية المتلقي ويبدأ يتأثر وجدانيا بها وقد يتأثر ببعض الخطوط أو بعض الأشكال المختارة بشكل وجداني قد تكون خطوط حادة وتدل على الشدة قد تكون ألوان حارة وتدل على حدة الموقف قد تكون هناك ألوان قاتمة تدل على غموظ أو ظلامية في المشهد هذه كلها تعتمد على الشكل الوجداني إذا نظر إليها المتلقي بشكل وجداني أما إذا نظر المتلقي للوحة أو المشاهد للوحة بشكل عقلاني فإنه أيضا سينظر إليها من حيث العناصر ومدلولاتها ومعانيها إذن تعرفنا الآن على الشكل والمضمون وعرفنا أن الشكل هو ما نراه بأعيننا وأما المضمون أعزائي الطلاب والطالبات فهو ما يشعر به المتلقي عند مشاهدة اللوحة أي أن الفنان يتعمد اختيار عناصر معينة ليؤثر في نفوس المشاهدين أو المتلقين للوحته ويعطيهم انطباع معين إذن هذا هو الفرق ما بين الشكل والمضمون عندنا أيضا نقطة مهمة جدا لا بد أن نتحدث عنها وهي الخلط ما بين المضمون والموضوع في العمل الفني فهناك كثير من الناس يخلط ما بين المضمون وما بين الموضوع في العمل الفني كيف؟ يعتقد أن المضمون هو نفس الموضوع والحقيقة عكس ذلك تماما فالمضمون شيء والموضوع شيء آخر وقد لا يكون بينهما أي علاقة الحقيقة حسب ما هو مكتوب عندنا هنا أن الموضوع يعد شيئا خارج العمل الفني ويشار إليه فقط ولكن لا يدخل في صميم العمل الفني فالموضوع الواحد أعزائي الطلاب والطالبات يمكن لكثير من الفنانين تناوله مثل المواضيع الإنسانية كحب الوطن والعطاء وكذلك الأم أو مواضيع عاطفية نسميها أيضا مواضيع وجدانية وغيرها لكن كل فنان يتناول الموضوع بمضمون ومحتوى مختلف باختلاف ثقافته وبيئته والعصر الذي ينتمي إليه ومدى تفاعله مع الموضوع لهذا نرى أن الفنانين التشكيلين السعوديين تناولوا موضوع التراث لكن بمضامين مختلفة دعونا نقف قليلا عند هذه العبارة ونبدأ نفككها ونبسطها آخر شيء في العبارة نرى أن الفنانين السعوديين تناولوا موضوع التراث بمضامين مختلفة إذن الموضوع واحد هو التراث لكن المضامين تختلف كيف باختلاف البيئة أحيانا الفنان السعودي الذي ينتمي إلى بيئة صحراوية سيكون مضمون بيئة في الغالب سيكون مضمون لوحة عناصر مأخوذة من البيئة الصحراوية الفنان السعودي الذي يعيش في بيئة حضرية ومدنية سيتأثر بالبيئة التي يعيش فيها مضمون لوحة في الغالب سيكون عليه عناصر أحسنتم عناصر مستمدة من البيئة الحضرية أو قد يكون بيئة ساحلية أيضا يتأثر الفنان بالبيئة الساحلية إذن الموضوع كله عن الوطن لكن المضمون يختلف هناك من يعبر عن البيوت القديمة الحجرية وهناك من يعبر عن البيوت الطينية هناك من يعبر عن الصحراء هناك من يعبر عن النقشات والزخارف القديمة الشعبية التراثية هناك من يعبر عن البيوت القديمة مثلا في مدينة جدة البيوت التراثية القديمة في جدة القديمة إذن هنا المضمون يختلف من فنان إلى فنان لكن الموضوع واحد وهو الوطن فلذلك هنا الموضوع موحد ولكن المضمون يختلف حسب رؤية الفنان ومعتقداته والبيئة التي ينتمي إليها هنا طبعا عزائي عندنا لوحة سنشاهدها الآن هذه اللوحة للفنان السعودي عبد الحليم رضوي وكما تشاهدون تحتوي على مجموعة من العناصر في داخلها مثل الزخارف الشعبية الموجودة في أسفل اللوحة على شكل مثلثات متعاكسة هذه المثلثات متجاورة ولكنها متعاكسة هنا تعطي نوع من الاعتزاز بالتراث القديم كذلك اختيار الفنان لهذه الألوان التي تميل في درجاتها إلى اللون الأصفر يدل على البيئة الموجودة عندنا في بلادنا والتي فيها الرمال الذهبية الجميلة والتي أيضا هذه الرمال يظهر جمالها عند الغروب فهنا ركز الفنان على هذه الألوان وكذلك ركز على الألوان الموجودة في التراث القديم كالأحمر والأزرق والأخضر وغيرها من العناصر الأخرى أيضا أضاف فيها عناصر أخرى في مضمون هذه اللوحة كبعض الزخارف الموجودة مرة أخرى في الأعلى وأيضا هذا الشخص الذي يجلس في وسط اللوحة وقد يكون يرتدي ملابس أيضا هذه الملابس عليها بعض الزخارف القديمة هنا يا عزائي الشكل بصفة عامة هو لوحة والموضوع طبعا عند الفنان ربما يكون عن الوطن أو عن التراث وأما المضمون فقد تحدثنا عنه بالتفاصيل مثل الزخارف الشعبية القديمة أو الألوان اللي يختارها والمساحات التي قام بتلوينها بأشكال معينة وأيضا التركيز في بعض الأجزاء من اللوحة على عناصر عن طريق التأكيد على ألوان هؤون عن طريق أيضا الاختيار درجات من الألوان الغامقة أو الألوان الحارة والألوان الذهبية قريبة للون الرمال الصحراوية عندنا أيضا أعزائي نكمل في مكونات العمل الفني حيث أن العلاقة بين الشكل والمضمون هي علاقة تبادلية كيف؟ الشكل يكتسب معناه من المضمون والمضمون نفهمه من خلال الشكل فكلهما يؤثر في الآخر وهذا ما نراه في لوحة القورنيكا للفنان بابلو بيكاسو طبعا الفنان بابلو بيكاسو أعزائي الطلاب والطالبات هو فنان أسباني طبعا ويعتبر من الفنانين العالميين هذا الفنان قام برسم لوحة جدارية وهذه اللوحة لها قصة سنسردها الآن عليكم طبعا وهي قصة جميلة نفهم من خلال هذه القصة كيف تصل الأفكار إلى ذهن الفنان وكيف يبدأ يتخيل اللوحة ويضع لها الشكل ويضع لها أيضا العناصر التي تحتويها وبالتالي يصبح هناك مضمون لهذه اللوحة وكيف يؤثر الفنان على المتلقين سواء بشكل وجداني أو شكل عقلاني من ناحية استجابتهم لهذه اللوحة وأيضا تحليلاتهم أو فهمهم لعناصر هذه اللوحة سنتقل الآن إلى القصة نفذ الفنان بابلو بيكاسو هذه اللوحة الجدارية الكبيرة الحجم بعد أن طلبت منه الحكومة الأسبانية في عام 1937 للميلاد تنفيذ هذه اللوحة على جدار مبناها الذي هو مبنى الحكومة الأسبانية في المعرض الدولي طبعا كان ذلك المعرض سيفتتح في ذلك الوقت ولكن الفنان مثله مثل أكثر الفنانين اللي موجودين في العالم حينما يأتي موضوع يحتار الفنان ويجد أحيانا صعوبة ويحتاج إلى وقت أكثر للتفكير في مضامين أو مضمون لداخل هذه اللوحة وكيف ينقل التعابير الموجودة لديه إلى المشاهدين وكيف يعزز هذه التعابير فلذلك أعزائي الطلاب والطالبات طبعا الفنان هذا حينما كان يفكر في تنفيذ هذه اللوحة وقع في حيرة شديدة وكانت هناك حادثة قصفة الطائرات الألمانية القنابل على قرية جيرنكا في أسبانيا بعنف شديد خالم من الإنسانية هنا مضت الفكرة لدى بابلو بيكاسو واتضحت لديه رؤيته الفنية يعني هنا الفنان تأثر حينما شاهد هذا القصف وشاهد هذا العنف والقتل الشديد للنساء و للأطفال في هذه القرية فهنا تحركت مشاعر هذا الفنان من ناحية عاطفية وبدأت تتكون لديه الفكرة لتصميم هذه اللوحة أو لتوزيع عناصر التكوين لهذه اللوحة الجدارية وكان يحتم بالرسالة والمضمون الذي يريد إيصاله للجمهور وخلال هذه الدراسة طبعا رسم 61 رسما تخطيطيا لعناصر العمل الفني والتقط سبع صور فوتوغرافية لمراحل التنفيذ وحالات التغيير والتبديل وتطوير العمل هنا نبدأ نعرف أنه الفنان حقيقة يعني يفكر بشكل يعني معين حتى يوصل فكرة معينة يتساءل دائما الفنان كيف وصل هذه الفكرة بطريقة معينة هذه الطريقة يستطيع أو يمكن أن تؤثر في جميع المتلقين وتشد انتباههم وأيضا قد تؤثر عليهم من ناحية وجدانية وتشدبهم وتجعلهم يتفاعلون مع قضية ما أو مع موقف ما مثل ما حصل في قصف هذه الطائرات على هذه القرية فأسمى هذه اللوحة باسم هذه القرية غورنيكا وطبعا هذه اللوحة سنراها الآن معنا عزاي هي طبعا موجودة عندكم في الكتاب استعرضناها قبل قليل ولكن هنا سأعرضها لكم بشكل كبير وواضح يوجد على هذه اللوحة عدد من العناصر طبعا هذه اللوحة لها تفسيرات متعددة ومختلفة تختلف هذه التفسيرات باختلاف الشخص الذي يشاهد هذه اللوحة باختلاف أيضا انطباع هذا الشخص عن هذه اللوحة هناك تفسيرات كثيرة وعديدة لهذه اللوحة ولكن أحد هذه التفسيرات التي يعني ظهرت وكان يتحدث الناس عنها أنه يوجد في هذه اللوحة عدد من العناصر عندنا على سبيل المثال في عناصر إضاءة معينة سأحددها لكم بالقلم الأحمر في عندنا هنا الفانوس أو القنديل وعندنا أيضا هنا إضاءة مثل اللمبة وعندنا أيضا هذه الإضاءة طبعا وتشعر هنا طبعا تفسير الفانوس أن هذا هو الضمير الإنساني هذا تفسير اليد التي تحمل الفانوس وتأتي من ألا شيء تأتي من الخيال أو تأتي من مكان آخر هذه اليد أما اللمبة الكبيرة فهي تعني أنه نحن في الوقت الراهن وفي العصر الحالي أيضا لو لاحظ سأمسح هذه الخطوط حتى لا تشتت أيضا هناك أعزائي تأثيرات أخرى في اللوحة فلو نظرنا إلى الخطوط التي استخدمها الفنان بصفة عامة في تحديد هذه العناصر سنجد أنها دائما خطوط منحنية خطوط دائما تكون فيها الإنحناء والإنحناء يدل على الضعف ويدل على الحاجة وعلى قلة الحيلة الإنحناء سواء كان جسديا أو كان حتى في الخطوط التي استخدمها الأنساء الفنان هنا يعبر عن ضعف هؤلاء الناس الموجودين على هذه اللوحة أو في هذه اللوحة سواء كانوا النساء أو أطفال أو كبار سن هنا يظهر ضعفهم وحاجتهم وأيضا هناك عنصر آخر طبعا لهذه اللوحة له موضوع الوجوه هذه الوجوه كلها وجوه يبدو عليها الرعب ويبدو عليها الخوف أيضا يبدو عليها الصدمة مع رعب لماذا؟ لأنه حصل قصف عنيف لهذه القرية وقتل فيها ناس كثير حركة هؤلاء الأشخاص المضافين أو العناصر الموجودة في هذه اللوحة تدل على أن هناك من سقط أرضا وهناك من يحاول أن يقوم وهناك من ينظر إلى السماء في نظرة استجداء أو نظرة طلب رحمة أو طلب غوث حتى هنا تعتمد طبعا هذه خطة الفنان في إيصال الفكرة من خلال المضمون إلى المتلقين هذا واحد من التحليلات التي أو التفسيرات التي فسرت فيها عناصر هذه اللوحة وإلا هناك تفسيرات كثيرة وبثل ما ذكرت لكم تفسيرات اللوحة تختلف باختلاف الشخص المتلقي لهذه اللوحة هناك من يفسرها بشكل عاطفي ويتأثر بالألوان الموجودة فيها مثل هذه اللوحة عليها درجات من الأبيض إلى الرمادي إلى الرمادي الغامق الأسود وهي كلها ألوان حزن وقوة وكآبة وأيضا شيء من الغموض ومصير مجهول مظلم فلذلك ركز الفنان على الاختيار هذه الألوان وأيضا لو نظرنا إلى اللوحة مرة أخرى سنجد أن اللون الأسود يحتل مساحات كبيرة جدا من هذه اللوحة هذه المساحات طبعا فيها إشارة إلى أنه متجهون إلى طريق مظلم طبعا هذه هي نهاية الحرب الخسارة البشرية والخسارة المادية وخسارة كل شيء هنا هذه إشارات استخدمها الفنان حسب بعض التحليلات في إيصار رسالة وأصبح اسم هذه اللوحة على اسم هذه القرية وهي غورنيكا طبعا وبذلك نكون فسرنا وذكرنا لكم أحد التفسيرات الخاصة بهذه اللوحة عندنا أعزائي الطلاب بعد ما عرفنا الآن هذا الجزء من الدرس سننتقل إلى نشاط رقم واحد في هذا النشاط أعزائي الطلاب والطالبات يعرض لنا الكتاب أنه مر بنا عددا من العروض الأدائية سواء في المسرح أو الفنون الشعبية المطلوب محاولة استحضار هذه الفنون الأدائية في أذهاننا أو مشاهدتها من خلال الاطلاع على النماذج عبر الإنترنت لنتعرف على مكوناتها فمثلا الأداء التعبيري للجسد أو الغناء أو الرقص أو الموسيقى أو استخدام الإضاءة أو اختيار الأزلالزية طبعا هذه المكونات يعني إحنا ممكن في المسرح المدرسي شاهدنا مسرحية مثلا هذه المسرحية مثلا تعليمية أو هادفة قد يرتدي فيها مثلا أحدهم ثياب متسخة للإشارة إلى النظافة وأنها مهمة جدا أو قد يرتدي أحدهم مثلا ثياب لها ألوان غريبة هذا من ناحية الملابس والأزياء قد يكون هناك مثلا مسرحية صامتة مثلا فيها مثلا لو كانت مثلا في مدرسة بنات أو كذا يكون فيها بدون صوت بدون كلام مجرد حركات الجسد استخدام الأطراف وتعابير الوجه حركات الرأس أيضا الجذع مع الأقدام توص الرسالة معينة صامتة هذه الرسالة بصرية هنا مطلوب طبعا تذكر واحد من هذه المسرحيات أو هذه المشاهد وتحليلها وأيضا دراستها عن طريق الأداء التعبيري للجسد اللي يسمى أحيانا لغة الجسد كذلك إذا كان فيها أداء صوتي سواء كان غناء أو إلقاء قصيدة أو غيره أيضا الرقص وهو يعتبر أيضا من الأداء التعبيري للجسد لأن الرقص يكون مرتبط بالإيقاعات قد تكون هناك رقصة شعبية على سبيل المثال الرقصات الشعبية يكون فيها الشيء من الفخر والاعتزاز بالمنجزات التي وصلنا إليها طبعا هذه الرقصة الشعبية تكون فيها حركة للقدم وأحيانا حركة لليد سواء بالضرب على الطبل أو حتى برفع السيوف والتي تدل على القوة والمجد والاعتزاز فلذلك هنا نبدأ نحلل هذه الرقصة مثلا شعبية ونعرف محتواها كذلك الموسيقى طبعا تعتبر من الإيقاع مثل الضرب على الطبول هنا الدق على الطبول طبعا له علاقة بالحركات التي يقدمها الإنسان بتحريك جسده أثناء أداء مثلا رقصة شعبية أيضا استخدام الإضاءة واختيار الأزياء استخدام الإضاءة المقصود به تسليط الضوء على عنصر معين أنا عندي مشهد مسرحي كامل ولكن أريد أن أركز على شخصية معينة في وقت معين في هذه المسرحية حتى أنبه الجمهور إلى أن هذا هو الشخص الذي بقصود وأن هذا الشخص هو الذي نريد أن نوصل إلى الجمهور من خلاله رسالة سواء من مظهر العام أو من حركة جسده أو حتى عن طريق إلقاء الكلام الذي يقوله هناك نبرة صوت قد تكون حزينة أو غاضبة فرحة أو حادة حسب الصوت أيضا فهنا يكون فيه مجموعة عناصر مع بعضها تعطينا شكل عام وفي داخل هذا الشكل فيه مضمون المضمون إيش هو أعزائي؟ المضمون رح يكون أما أداء تعبيري للجسد أو غناء أو رقص أو موسيقى واستخدام الإضاءة أو اختيار الأزياء أو كلها بعض بعض المطلوب في بعض معرفة الآن هذا النشاط مناقشة هذا التنوع من مكونات العمل الفني الأدائي واختلافه عن الفن البصري مع الزملاء يعني كمجموعات في المدرسة ناقشوا معا في عصف ذهني هذا الكلام وأكتبوا مدوناتكم أو دونوا ملاحظاتكم وارفعوها إلى معلميكم وارفعناها إلى معلماتكم طبعا هذا فيما يتعلق بالنشاط رقم واحد عندنا عزائي أيضا هناك النشاط رقم اثنين طبعا من الفنانين الذين اتخذوا طريقة الدراسة الأولية التخطيطية قبل تنفيذ عملهم مثل ما فعل الفنان بيكاسو في لوحة القورنيكا وكذلك هناك الفنان بول جوغان حيث كان يقوم بدراسة الطبيعة أولا ويرسم بقلم الرصاص موقع الشجرة والجسر وغيرها ويضع ملاحظاته المكتوبة ويحذف ويضيف ما يريدهم المنظر ثم يبدأ بتلوين المنظر بالألوان الزيتية في مرسمه بعيدا عن تغييرات الهواء والضوء ماذا نقصد هنا؟ هنا الفنان استخدم شيء تعلمناه زمان في الابتدائي اللي هو السكتش السكتش هو التخطيط الأولي هذا الفنان عنده أسلوب في الرسم يبدأ بعمل سكتشات بعد ذلك يأخذ سكتشاته هذه إلى أين؟ إلى المرسم المكان الذي يرسم فيه ثم بعد ذلك يقوم بتلوينها بعيدا عن التلوث بعيدا عن الغبار عن أي شيء آخر وطبعا يثبت الألوان بطريقته من الذاكرة أو إذا كان صورها فوتوغرافيا ثم ينقلها بدرجاتها كماهين هناك فنان آخر طبعا اللي هو الفنان فانغوخ سلك مسارا آخر فقد كان يرسم من الطبيعة مباشرة ويضع لمساته اللوحية اللونية على اللوحة دون إضافة أو تعديل فإذا لون الأشجار ينتقل مباشرة إلى عنصر آخر في اللوحة وهكذا كان يقول هذا الفنان اللي هو فانغوخ يقول أنا أرسم انطباعي الأول وإحساسي مباشر أرسم بلمسة واحدة ولا أعود حتى لا يموت إحساسي طبعا في هذا النشاط المطلوب إنتاج أعمال تصاميم وأعمال فنية باستخدام الدراسة التخطيطية الأولية طبعا الآن أصبح عندنا مقارنة بين طريقتين من طرق الرسم وفي سؤال أيهما أفضل هل نعمل سكتشات وبعدين نلونها في المرسم أم نبدأ بالرسم مباشر من الطبيعة لأن هذه الطبيعة وهذا الشيء الذي رأيناه قد يكون حتى من غير الطبيعة أثر فينا فنأخذ الألوان كما هي وفي نفس اللحظة وننقل مشاعرنا فورا بدون سكتشات بدون أي شيء على اللوحة أيهما أفضل لنشاهد الآن مقارنة بين اللوحتين في عندنا هذه اللوحة اللي إلى الأعلى لوحة الفنان بول جوغان أما لوحة فان جوغ فهي إلى الأسفل سننشاهدها الآن بشكل مكبر لحقيقة عزائي الطلاب والطالبات كلتا اللوحتين جميلتين كلتا اللوحتين نقلت مشاعر الفنانين كلتا اللوحتين أثرت في المشاهدين بطريقة ما سواء عن طريق التأثير الوجداني أو عن طريق التأثير العقلاني هنا يصبح لدينا تصور عن اللوحتين كلتا هما جميلتين كلتا هما حققت الهدف من خلال المضمون الذي تحتويه من خلال الشكل العام إذن هنا كلنا تأثرنا باللوحة اللي يرسمها بول جوغان وكذلك تأثرنا بلوحة فان جوغ فلذلك نتأثر بكلتا اللوحتين وكلتا الطريقتين صحيحة وكل واحد منكم أعزائي الطلاب والطالبات يمكنكم اختيار الطريقة التي تناسب ولكن المهم هو الشكل والمضمون في اللوحة بهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس والذي تعلمنا فيه الفرق بين الشكل والمضمون وأيضا تعلمنا أن المضمون ليس هو الموضوع وإنما يختلف وحللنا فيها لوحة القرنكا وإلى أن نلتقيكم في القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته